بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند كالعادة أيامنا كلها انتصارات وأفراح وبطولات بس بطولات الأهلي دايما بتبقى بطولاتها سوبر النهاردة معنا كأس السوبر المصري الحمد لله والفضل لله على مدار سنوات طويلة يمكن الأهلي أحرز قبل هذا الكأس 12 لقب سوبر وبهذا الكأس أصبح الأهلي لديها الآن 13 كأس سوبر من إجمال حوالي 20 بطولة سوبر نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال السنوات الماضية دايما النادي الأهلي وأبدا هو السوبر سوبر الكرة المصرية، سوبر الكرة العربية، سوبر الكرة الإفريقية سوبر في جميع القطاعات بداية من كرة القدم حتى كرة اليد وجميع الألقاب في الألعاب الجمعية وحتى الألعاب الفردية النهاردة بنحتفل بسوبر كرة القدم زي ما احتفلنا مبارح والنهاردة كمان عندنا فيه سوبر جديد بإذن الله إن شاء الله يكون ضمن بطولات ودولاب بطولات النادي الأهلي السوبر الإفريقي لكرة اليد النهاردة ما بين الأهلي والزمالك نجح فريق الكرة بالفوز بالسوبر المصري خلال فترة وجيزة إثنين لقب سوبر والنهاردة كمان فيه لقب سوبر جديد بإذن الله يكون من نصيب النادي الأهلي الساعة 7 على صالة الأمير عبدالله الفصل مباراة الأهل والزمالك لكرة اليد نهاء السوبر الإفريقي المباراة المزاعة على شاشة طاقنات الأهلي وعقب برنامج التريند هيكون فيه استوديو تحليلي بيقدمه الكابتن هيسم السعيد وعقب الاستوديو إن شاء الله الساعة 7 هيكون مباراة الأهل والزمالك في نهاء السوبر الإفريقي لكرة اليد ونتمنى يا رب بإذن الله يكون لقب جديد للنادي الأهلي وخاصة أن هذا اللقب هيكون مؤهل إلى كأس العالم للأندية حلقة النهاردة من برنامج الترند مش عايز اقولها هتبقى سوبر بس لا حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا وهنرد على شائعات مش اقول موجودة من مبارح وبتتقال من مبارح لا فيه كمية بلغة الترند والسوشيال ميديا يعني هد كبير جدا ويبدو ان الغضب والزعل من فوز الاهل بالسوبر مزع عن ناس كتيرة الواحد كان بيعتقد انه ممكن يكون الزعل والغضب عندي فئة من الجماهير فريقها مش موجود زعلانة ده منطقي لكن توصل لمراحل ان احنا نقول كمان اخبار مغلوطة ومعلومات غلط من صحفيين واعلاميين يفترض ان هم محايدين وفي مؤسسات محايدة لا تنتمي لطرف على حساب طرف عند النهاردة رد مهم جدا بخصوص لقاء السوبر والكلام الفارغ اللي تقال بخصوص ان المباركة بتلاعب بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد حلقة مهمة جدا وهنلقده كمان على الحضور الجماهيري وحضور النهاردة جماهيري النادي الاهلي في لقاء السوبر الافريقي بين الاهلي والزمانك في كرة اليد على صالة الامير عبدالله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة لكن بسرعة نروح ليه سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة متعلق بمباراة القمة قمة الكرة الافريقية يوم الجمعة المقبل على استاد رادس قبل مواجهة التراجي في رأيكم ما هي افضل مباراة الاهلي على ملعب رادس بتونس قولوا وشوفوا وحكوا كل مباراة الاهلي في رادس من وجهة نظركوا افضل مباراة الاهلي لعيبها في تونس كانت مع التراجي امتى وانتهت كام وفي اي سنة جاءوا معنا في المشاركة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وحستعرض اكبر قدر من اراء حضرتكم لكن بسرعة نبدأ حلقتنا باهم العنوين في ترند الاهلي بحثة الفريقة تسافر الى تونس السلساء وكمان الليلة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك في كرة اليد واخيرا كلوب عن صلاح سيكون احد العظماء بعد اعتزاله بسرعة عشان وقتنا نروح لاستعرض مباريات اليوم والنهاردة في مجموعة من المباريات المحلية ومجموعة من المباريات في الدوريات الاوروبية نبدأ بانطلاق مباريات دوري الاثنين وثلاثين لكأس مصر النهاردة في تلات مباريات الساعة ستة الدخلية مع اسوان ايضا في نفس التوقيت سموحة مع الو ايجيب والساعة تسعة سيراميكا كيليو باترا هيلعب مع دي كيرنس الدوري الانجليزي ستة ونص سنة يكسل يونايتد بيصديف ارسنال والساعة التاسعة من مساء اليوم واستهام يونايتد بيصديف منشستر يونايتد نروح للدوري الايطالي اللي انتهى بفوز نابولي منذ قليل انتهت مباراة اتلانتا ويوفينتوس بفوز يوفينتوس خارج ارضه 2-0 وفي هذه اللحظات تقام مباراة تورينو ومونزا الساعة سبعة نابولي بيصديف فورنتينا والساعة العشرة اللاروبا ليتشي بيصديف هيلس فيرونا الدوري الالماني الساعة ستة ونص ببروسيا دورتوموند بيصديف فولفوس بورك دي مجموعة من المباراة المهمة سواء في انجلترا ايطاليا المانيا وكمان مباراة في الدوري المحلي او كأس مصر في الموسم الجديد نهرج الافاصل ونرجع فقرة الاخبار والكواليس والمعلومات وهنرد بالارقام والتفاصيل اعتقد كلام مش هتسمعه في اي حتة الا من خلالنا انتم متعودين دايما ما بنقولش هنا الا المعلومة الصادقة والاخبار الصحيحة انتظرونا ولكن بعد الفاصل طيب الفترة الاخيرة بقى فيه كلام كتير قوي وللأسف الجمهور بيتفاعل مع اي معلومة واي خبر بيتقال وان كان لو لاحظنا كده على مدار كل السنوات اللي فاتت الناس بقيت خلاص تعرف تفلطر من الصحف اللي يقدر يقول معلومة والناس تبقى مصدقاه او معلومة صادقة بالمعنى الاضاق يعني او من خلاص متعود دايما ان هو بيقول اي كلام بيفرقع اي كلام في الهوى بيقول اي خزعبلات بلغة السوشيال ميديا زي ما قلت في البداية الحلقة يعني الهبد زي ما الكلام اللي بيتقال من خلال السوشيال ميديا للأسف بقى كلام كتير دايما بيتقال غلط ولو تلاحظوا كده لما الاهل بيعمل انتصار او بيعمل بطولة فيه ناس بتزعل بس انا ابقى فاهم ان اللي بيزعل ده ممكن جماهير الفريق المنافس ده طبيعي اكيد هو عايز يكسب وعايز فريقاته موجودة فممكن يزعل لكن لما نوصل لمرحلة ان فيه اعلاميين او صحفيين بيطلقوا يقولوا معلومات غلط وهم عارفين ان هي معلومات غلط وساعات بلاقي كمان ان فيه مسئولين ما بيردوش يعني فيه مسئولين ابتدوا ايه يقبروا دماغهم يقولك يا عم انا هرد على ايه ولا ايه لأ ما انت لازم ترد عشان الناس اللي بتتكلم دي من كتر ما بتقول اكاذيب بيجدب الكتبة وبيصدقها والناس لما بتسمع ان الكتبة اللي بتتقال دي بتتقرر مرة واثنين وثلاثة وما حدش بيرد فبتصدق في ظل ان الناس دي دايما بتطلع بتتكلم سواء في برامجها او حتى في كتابتها او عبر صفحتها والناس بتصدقها وانا يعني ببقى حزين حتى لما بطلع اتكلم على شغل لأي زمله للي مش بحب دايما ان اتكلم على شغل زميل ممكن بيكون بيجتهد ولكن فيه ناس لا محتاج الرد يعني فيه ناس لازم ترد عليها وانا مش هتكمس دور بقى مسؤول وارد لا ده انا بتكمس دور الصحف والاعلامي وهرد لان الكلام ده بيتعلق المفروض بمباراة حدث مهم جدا شرق راية اشتغلت عليه مجلس ابو زابي اشتغل عليه اتحاد الكرة اشتغل عليه عشان الصورة في النهاية تبقى صورة حلوة ومهمة للكرة المصرية وللتنظيم كمان فيه استاد محمد بن زايد في الامارات البعض ممكن مش عايز يفهم التفاصيل دي وعايز انتماءه يكون غالب عليه هو حر ولكن لجنة الحكام والتحاد الكرة لازم تطلع ترد لان الاكاذيب بقى كتير احد الاشخاص طالع بيتكلم بيقولك المباراة بارحة لعبت بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد وللأسف احدى القنوات طبعا ما تفهمش هواله هو سكريبت يعني انا هطلع اقول وانت اخد الكلام ويزعه عندك ويطع الجزء ده وحطه وقارد منشتات وهات بيتجاد بتتكلم وعمله حالة عامة رغم انه ممكن ما يكونش الطرف ده مخلص مش في المباراة يعني ولكن هو دايما الاهل كسبان مباراة وكسبان بطولة العب باع على فكرة ايه ان المباراة دي كانت فيها احداث البطولة دي فيها كلام ما يدكش فرصة انك تقولك ست مباراة بعرقك وجوهدك لا هو الكلام ده دايما متعاودين عليه من 30-40 سنة دايما متعاودين على كده وتجدب الكتبة مرة واثنين وثلاثة لدرجة انت من نفسك عارف ان انت بتجدبها بس تقعد تصدقها فعشان نقول الكلام الصادق السليم الصحيح مباراة الاهلي والبيراميدز في كاس السوبر المصري كانت بتتلعب بتقنية الحكم الفيديو المساعد والتقنية كانت موجودة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتقنية الفار عارفيني يعني ايه عشرين كاميرا انت هنا في الدور المصري ممكن تصور بتمانية باثناشر يوم ما بتعمل حاجة كبيرة اهله زي بطول ستاشر كاميرا لأ المباراة دي بس للفار لوحده كان فيه عشرين كاميرا هعيزني اتجاهل رقم عشرين كاميرا واقولك الفار مش شغل يبقى انت راجل طالح تهجص بالبال دي كده طب خدوا بقى المفاجأة التانية انتوا عارفين تقنية الفار بتتصور بتقنية ايه؟ ال 8K مش اقولك ال HD ولا ال Full HD ولا ال 4K لا ال 8K احدث تقنية فار واحدث كاميرات كانت موجودة في مباراة الاهل و البيراميدز هل تقنية الفيديو كانت بتتعاون مع تاقم التحكيم وحكم المبركب المحمود البنة اه حصلت وحصلت في كذا لعبة ومن مصادري وانا واصق من الكلام ده لان نخدوا بالكو اي مباراة بتقنية الحكم الفيديو المساعد بتتسجل وبتتبيعة يا ما، مش اقول ليه بش مهندس يا استاذ المباراة بتتلعب بتقنية الفار ومعلنا بتتلعب بتقنية الفار ما ينفعش تتلع تقول بدون تقنية الفار والفرقتين مش عارفين وبلغتش اللاي فاء وانتا بلغوا من البداية ان في مباراة بتقنية الفار لها ترتيبات واجراءات انتو مش عارفينها عشان انتو لا بتقرو ولا عايز انتو اعرفوا معلومة ودايماً بتشتغلوا على فكرة الكتب 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 لغاية لما الناس تصدق الكتبة يعني المباراة بعشرين كاميرا تقنية الفرل وحدها بعشرين كاميرا التقنية بيتم استخدامها من خلال الـ 8K يعني الكاميرات اللي في الملعب والنقل التلفزيوني ده الاتحاد الأفريقي بيقولك Full HD ما بيقولش الـ 4K مباراة السوبر كانت بـ 8K تخيل؟ طيب هل الحكام الإماراتيين اللي كانوا في تقنية الفيتجو كانوا بيتعاملوا وكان فيه حوار وحديث مع الكابتن محمود البناء آه كان فيه وكان فيه لعبة واثنين وثلاثة بس انتوا عشان متعودين على العاك اللي كان موجود خلال السنتين اللي فاتوا ان تقنية الفرل بيتستخدم بشكل خاطئ فكانت اي لعبة هات الحكم اي لعبة هات الحكم حكام ما عندهمش خبرة هات الحكم لكن المباراة دي لا كان فيه حديث متواصلة من غرفة تقنية الفيتجو مع حكم المباراة الفايسال بيني وبين اي حد بيقول الكلام العكس ده اطلع اثبت ان المباراة دون تقنية الفار انا رضيت بارقام وبمعلومات لاول مرة الناس تعرف ان المباراة بتتلعب بتقنية الفار بعشرين كاميرا لاول مرة الناس تعرف ان تقنية الفيتجو الحكم الفيتجو المساعد من خلال كاميرات اللي عربية الفار كانت تقنية 8K مش 4K ولا Full HD هل تم تواصل وكان فيه محادثات ما بين حكم التقنية مع حكم مباراة اه كانت في مرة واثنين وثلاثة فبلاش يا جماعة فكرة دايما ان انت تتكلموا على مباراة السوبر باحداثها لان انتوا قبل المباراة خدتوا الناس في سكة ان فيه مظلومية والايال اثبتت ان ما كانش فيه حاجة غلط بالعكس كانت بتطبق اللوايح والقوانين بعد المباراة خلاص بقى الكلام الاولاني على فكرة اصل لجنة الانضباط اصل لجنة الاستيناف اصل اللي حصل ده فيه ظلم خلاص بقى كلام استهلاك محلي مش هيفيد لا شوف نظرية جديدة فاطلع بقى كل واحد يعمل بس مباشر من على صفحاته لو ما عندوش برنامج او يكتب في الموقع اللي شغال فيه او يطلع في البرنامج اللي بيطلع من خلاله ويطلع وقول بقى يا سيدي اصلي كان فيه ظلم اصلي الاتحاد الكورة طلب ان المباراة بلايب بدون تقنية الحكة بالفيديو المساعد انا والله بسمع الكلام ده بقيت مش هقول زعلان بس بقيت حزين على الحالة اللي وصل لها البعض مش هقول الكل البعض اللي بيحاولوا دايما يصدروا صورة سلبية عن الرياضة المصرية والكورة المصرية بالشكل ده وفي الاطار ده اتحاد الكورة هيقول للناس ما تلعبوش بتقنية الفيديو تب ليه ايه اللي يكبروا على كده يعني ايه الفكرة في كده يعني ايه الفكرة انك اتحاد كورة يقول للناس في الامارات لا العبوش بدون تقنية الفيديو جماعة ما تدحكوش الناس علينا عيب الكلام ده يتقل عشان تثبت بس ان برامد الظالم او المباراة كاتفيها حاجة غلط او امسك يا اخي ده فيه خناقة هنا ده فيه مشكلة هنا ده فيه لجنة انضباط عتنعاقد اي كلام بيتقل من بعد المباراة احنا مش هنسكت انا قلت من بداية المسم ده انا مش هسكت على اي معلومة بتتقل غلط ايا كانت لو طلع منين ايا كانت لو طلع منين كل الاخبار اللي بتتقل دايما للأسف بتبقى غلط يعني لو فيه خبر صح بنحاول نسبة ان هو مثلا ايه فيه تفاصيل فيه حتى غلط لا ده الخبر كله بيبقى من اقوله الاخر غلط وللأسف ما بتبقاش الفكرة ان هو اجتهاد ومعلومة قد تصح او قد تكون خطأ لا ده للأسف بتبقى الهدف منها حاجة تانية خالص انك تلعب في فكرة ان البطولة دي الاهلي خدها بالظلم ان الاهلي كسب البطولة دي وفيه ظلم للفريل المنافس ان المنافس اللي كان هيجي يلعب الظلم عشان الاهلي يلعب البطولة يعني هو الاهلي محتاج بطولة زيادة مثلا مع الاهلي عنده 12 بطولة اللي محتاج بطولة هنقول اللي حصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت واللي حصل في تقنية الفار واللي حصل في تعينات الحكام ما علينا أنا أتمنى أن المفروض اللي يطلع يرد ويقول الكلام دا لأنهو عنده بقى ما يزبط كلامي أنا اللي ένα بقوله رسمي لجنة الحكام وكل مرة يطلع حد من لجنة الحكام يقولك إيه زكر متحدث رسمي أو قال متحدث رسمي من لجنة الحكام رفض الكشف عن هويته ما تقول يا عام أنتًا متحدث رسمي اطلع اتكلم بنفسك يعني الكلام اللي أنا قلت أنا عارف أنهو عندك وعندك ما يزبط بتفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها لأنه أنت في المطبخ وأنهو المتحدث الرسمي يرفض الكشف عن هويته ازاي يعني ما يبقاش متحدث رسمي اطلع يا كابتن توفيق اتكلم يا كابتن توفيق السيد بعد اذنك اي اخبار بتتقال غلط بالشكل ده يعني ما تحطش مجال للصحوبية مع عدد من الصحفين واعلاميين اركنها شوية على جنب واطلع رد على التفاصيل دي للي انت المفروض مدير لجنة حكام انت المتحدث الرسمي لما تطلع تتكلم ما تقولش رفض ذكر اسمه اطلع اتكلم بنفسك اي زميل لو انت صديقه بشكل شخصي لو سمعك وانت تتكلم وبترد لان انت متحدث رسمي مدير لجنة مش هيقدر يقول الاكاذيب دي تاني اطلع ارد على الاكاذيب دي لان ده على فكرة عب في حقه كنتو قبل ما يكون عب في الفريق المنافس او الفريق اللي فاسبه البطولة انتو المعنيين بالامر فاحنا من قدر كان بنحاول نكتاد ونوصل لمعلومات وتواصلت مع مصادر والحمد لله دايما الناس بتصق ان المصادر بتواصل معها تقنية الحكم الفيديو المساعد مساءلت ان التقنية موجودة ولا مش موجودة لا كنت عايز اعرف كام كاميرا متوصلة بعربية الفار والتقنية كانت نظام التصوير كان ازاي خدوا بالكم الاتحاد الافريقي فول اتش دي الاتحاد المصر على فكرة ما بيقولش بقى اتش دي ولا فول اتش دي ولا فول كي ولا الكلام ده كله بس مباراة السوبر كانت ايت كي يعني احدث تصوير كان موجود في غرفة الفار والعشرين كاميرا كانوا متوصلين بعربية الفار على أحدث تقنية وانتوا في الإمارات يا جماعة تتعاملوا مع الفار اللي بيتطبق في أسيا يعني كواليتي وتقنية أعلى بكتير من اللي تتنظم في إفريقيا وفيه الدوري المصر دي كانت جزئة مهمة عايزة أرد فيها على الهبد للأسف والكلام اللي بيتقال مش هقول بقى من زملة لكن للأسف وصل الأخبار الكاذبة لمرحلة بقت صعبة جدا جدا هنقفل الملف ده ومن بقرة كل تركيزنا على حدث أهم وهي مباراة أهم مباراة الترجي والأهلي في زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نخرج للفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا كمان على سوبر تاني وسوبر جديد إن شاء الله يكون مناصيب الأهلي مواجهة قوية اليوم بين الأهل والزمالك في السوبر الإفريقي لقرة اليد طيب موعدنا النهاردة الساعة 7 بإذن الله مباراة السوبر الإفريقي لقرة اليد ما بين الأهل والزمالك مباراة قوية جدا صعبة جدا الأهل والزمالك السنادي في كرة اليد يعني كان فيه دايما مباراة قوية وحماسية وبتخلص في السواني الأخيرة لكن الأهل السنادي تفوق على الزمالك في بعض المباراة وفاز بالدوري وعمل سنائية وعمل مباراة كبيرة جدا خلال هذا العام لكن على المستوى السوبر الإفريقي أكيد تبقى مواجهة صعبة جدا الأهل بينظم هذه البطولة على صالة الأميرة عطل الله الفصل كان من المفترض الأهل يواجه الترجي التونسي ولكن الترجي في اللحظات الأخيرة اعتذر ولم يحضر إلى القاهرة لخوة هذه المباراة وبالتالي الأهل تأهل إلى المباراة النهائية وبالأمس الزمالك فاز على بطل القنهو ويواجه الأهل اليوم النهاردة الساعة 7 مزيدا من التفاصيل والحديث عن الأجواء الجماهرية خاصة في ظل حضور النهاردة ألف مشجع لهذه المباراة نروح ونطير مباشرة إلى مقر النادي الأهل بالجزيرة ومن أمام صالة الأمير عبدالله الفصل اللي هتصطدي في المباراة معنا على الهواء مباشرة الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهل محمد مسائل فل عليك وأخبارك والأجواء والجديدة عندك من مقر النادي الأهل بالجزيرة مسائل الخير الزميل العزيز محمد تحاتي لك والكل مشاهدة قناة النادي الأهل في كل مكان زي ما انت قلت دايما في قناة النادي الأهل وجوه النادي الأهل مع موعد دايما مع البطولات والنهاردة بطولة مهمة جدا وهي بطولة كأس السوبر الأفريقي لقرط اليد واللي بتاعت أهميتها محمد أن الفائز باللقب بيشارك في كأس العالم الأندية أو زي ما بيقول كده السوبر جلوب الكأس العام الأندية لقرط اليد يمكن نادي الأهل بيخش مبارات اليوم وهو حامل اللقب بعد الفوز أيضا على الزمالك العام الماضي في النيجر يمكن نادي الأهل تأهل من بعدها للسوبر جلوب أو كأس العام الأندية في السعودية ويمكن أدى دا أكثر من رؤى ويمكن عمل نتاج جرائعة جدا وفاز على فرق كبيرة جدا من أوروبا إن شاء الله النادي الأهل يكرر إنجاز هذا العام ويحافظ على لقبه للعام التانع التوالي وبإذن الله يصعد مجددا لكأس العالم للقرط اليد خاصة يا محمد النادي الأهلي بيخش المرة دي وهو يعني بطل السنائية المحلية إسواء الدوري أو الكاز زي ما أنت قلت على حساب نادي الزمالك كمان البطولة بتقام هذا العام على صالة الأمير عبدالله الفايصل هنا داخل النادي الأهلي بمكره الرئيسي بالجزيرة كيف زي ما أنت قلت الجهات الأمنية بالتعاون مع النادي الأهلي تم الموافقة بالأمس على حضور ألف مشجع يعني عاوزين نتكلم في هذه الجزئة يمكن تنظيم أكثر من رائع هنا من أمن النادي الأهلي وهي طبعا تحية لكل أفراد الأمن ويكون على رأسهم طبعا عميد على صلاح مدير الأمن بالنادي الأهلي هم اللي بيأمنوا داخل المدرجات هنا وداخل فرع النادي الأهلي بالتعاون طبعا مع وزارة الداخلية ويمكن بيشرف على عمليات دخول الجماهير شركة تسكرتي الوطنية طبعا بعد طرح التذاكر بالأمسة محمد على موقعها يمكن إن شاء الله ينتظر في هذه اللحظات بدء توفر الجماهير يمكن تم طبعا عن بدء دخول الجماهير قبل المباراة بساعة ونصف إن شاء الله الدخول جماهير النادي الأهلي هيبقى من بوابة النادي الرئيسية جهة مستشفى المعلمين أما جمهور النادي الزماليك فهيتم تخصيص البوابة المقابلة على طول لدار الأبرى المصرية وطبعا الإعلاميين والفياي بي كلهم هيخشوا من بوابات النادي الأهلي الرئيسية سواء إلا على باب البحر أو على باب المعلمين هنا بفرع النادي الأهلي بالجزيرة يمكن الفريق بقى نحمد على مستوى الفني كمان يمكن الفريق طبعا زي ما قلت لك فاز بلقب الدوري ومن بعد عطول بطل الكاس يمكن طبعا كان فيه تجمع دولي بالمتخب الوطني طبعا بقالة المدير الفني الجديد يمكن اللاعبة النادي الاهلي كلهم كانوا في التجمع دوات يعني ما رجعوش للجهاز الفني للنادي الاهلي وبدأوا تدريباتهم منذ أسبوع واحد فقط بدأوا التدريبات مع الفريق هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة يمكن التدريب كان بيتم بقالة طبعا مستر ديفيد ديفز المدير الفني للفريق بشكل يوم يا محمد هنا على صالة النادي الاهلي بالجزيرة طبعا يمكن المدير الفني اتكلمت معاه وعن الاسعداد قال لي كان كل يوم يعني بجانب طبعا التدريب اليومي دايما كل يوم فيه محاضرة فيديو بيدرس طبعا منافس مباراة اليوم نادي الزمالك وطبعا تحليل لكل أخطاء الفريق والكلام فيه أهم مفاتيح القوة والضعف سواء للمنافسين أو لفرقتنا كمان يا محمد يمكن الفريق كمان من امبارح دخل معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة جدا من مقر النادي الاهلي هنا في الجزيرة طبعا الصبح كان فيه فترة اكتيفيشن طبعا اللعبة كان فيه قصة كبير جدا من الراحة بعد دي كان فيه فترة اكتيفيشن وكمان الجديد كمان مستر ديفيز بيعمل للعبين فترة ميديتيشن كده يوم المباراة الصبح عشان يكونوا في قمة تركزهم بعد كده كان الغدا فيه تمام السلسة عصرا ومن بعدها النادي الاهلي اتحرك من فندق القامة کے إلى مقار ينادي الاهلي الرئيس هنا فيه تمام الرابعة يمكن نفضل الجهاز الفني أن محاضر الفيديو الأخيرة أو آخر ميتينج قبل المباراة يكون هنا داخل فرق النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما قلت لك أجواء أقصر من رائع النادي الاهلي قعدت تنظيم أقصر من رائع ننتظر في هذه اللحظات زي ما قلت لك توفت جمهور الفريقين ويمكن فريق النادي الأهلي زي ما أترك بالفعل هو داخل الفرقة هنا في المكان المخصص فيه وغرف ما لابسه النادي الزمالك كمان على وصول وتم طبعا تخصيص مكان ليه طبعا بالأمس زي ما أنت قلت محمد النادي الأهلي صعد مباشرة لمباراة النهائية بعد انسحاب الترجل التونسي من البطولة ولكن الزمالك مبارح فاز على بطل الكونغو جي اس كي بنتيجة 45-25 وتأهل لمباراة اليوم لملاقات النادي الأهلي بالطبع الصالح علينا عليها دلوقتي المباراة النهائية أو مباراة السور كمان لأفريقيا ولكن ليه السيدات طبعا ما بين بيترو الأنجولي وكمان أول أغسطس الأنجولي ممكن الفريقين مبالح الفريق بيترو أتليتكو تفوق على بطل تونس وفريق أول أغسطس تفوق على بطل الكونغو والمباراة النهائية بتجرح عليهم كنتها شرطها الأول بتفوق أول أغسطس الأنجولي إن شاء الله هنوفيكم فيما هو قد من تقارير بإذن الله من نتيجة المباراة كل التوفيق للنادي الأهلي كعالة النادي الأهلي بينظم تنظيم أكثر من روحة كمان فريق النادي الأهلي النهاردة بإذن الله يكون على المستوى عند حص نظام الجميع النادي الأهلي وبإذن الله يحافظ علاقة بالعامل التانية على التوائل كما هيك محمد اتفاض بإذن الله الزميل عزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي من مقر النادي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات بصراحة توفيق ما سبليش مساحة أسأل أي سؤال كل المعلومات اللي الجمهوري عايز يعرفها شفها صوت وصورة من مقر النادي الأهلي بيجيزيرة وزي ما نشايفين حتى في المحاضرة كان موجود علي زين أحدث الوجوه المنضمة اللي هتكون موجودة مع الأهلي في كأس السوبر في هذه المباراة النهاردة وكمان في كأس الكؤوس الإفريقية اللي عين الزم الأهلي خلال الأيام القادمة كل التوفيق للأهلي قادر إن كان بنحاول نوصل أي تفاصيل متعلقة بأي أخبار تخص الأهلي في الكورة أو في اليد أو في أي ألعاب جماعية وفردية وأنا عارف إن طبعاً كل دلوقتي على السوشيال ميديا منتظر هذه المباراة بشكل كبير هتنطلق الساعة 7 وهتكون مزاع على شاشة قناة الأهلي وقبل المباراة بساعة الساعة 6 إن شاء الله لسود التحليل بقيادة الكابتن هيسم السعيد طيب نخرج للفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف السوشيال ميديا كتبت وقالة إيه على الأهلي خلال الساعات الأخيرة أهلاً بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي وهنشوف السوشيال ميديا النهاردة ركزت على إيه لنفاية تفاصيل مهمة جداً عن المرحلة الجاية اللي بتخص فريق القورة تحديداً سبورت 360 مصرية ومن خلال حسابها على تويتر نشروا أرقام الأهلي مع كولر في البطولات المحلية في البطولات المحلية لعب 26 مباراة الحمد لله بلا هزيمة 16 شباك نظيفة استقبل 10 أهداف صلابة دفاعية يعني الحمد لله ما فيش أي خسارة محلية مع الأهلي في الدوري لغاية دلوقتي وكمان في 16 مباراة فيهم كليم شيت وده رقم مهم جداً بالنسبة لخط دفاع الأهلي وبالمناسبة آخر 9 مباراة الأهلي لم يدخل مرمى سوى هدف واحد فأعتقد الشغل التاكتيك والفني لكولر مع الأهلي الفترة الأخيرة دفاعياً قبل هجومين ابتدأ يتحسن بشكل كبير جداً طيب كورا بلاس موعد سفر الأهلي إلى تونس لمواجهة التراجي بدوري أبطال إفريقيا بيعست الأهلي هتطير إلى تونس على متنطائرة خاصة في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غدء السلساء من أجل مواجهة التراجي طيب كابتن سال عبد الحافيس كان ليه تصريح مهم جداً عبر شاشة قناة الأهلي عاقب فوز الأهلي بكاس السوبر وقال إنه هو والكابتن سامير عدلة هيسبوق البيع الساب 24 ساعة هيا يسافره بكرة لتنين إن شاء الله صباحاً هيعملوا كل الترتيبات الخاصة بمقر الإقامة ملاعب التدريب كل الترتيبات الخاصة لإستئبال الأهلي في تونس بدءاً من يوم الثلساء حتى موعد المباراة يوم الجمعة لأن الفريق على فكرة هيلعب المباراة في ملعب رادس يوم الجمعة وهيطلع من الملعب على المطار مباشرة عشان يرجع للقاهرة ويستعد لي لقاء العودة الفريق هيسافر يوم الثلاث بس هيبقى الأول فيه تدريب صباحي في ملعب التتش بالجزيرة بعد كده يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة معادل إقلاع الخاص بالطائرة الريحنة الخاصة يكون الساعة أربعة يوصل الفريق على الساعة سبعة ونص تمانية بتوقيت تونس يكون فيه راحة في الأوتيل يبدأ الفريق تدريباته يوم الأربع ويوم الخميس يوم الأربع الأهل هيتمرن على ملعب الجامعة التونسية يوم الخميس الأهل هيتمرن على ملعب رادس ملعب المباراة اللي هيستطيع في المباراة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ده برنامج الفريق يوم من الثلاث لغاية يوم الجمعة والعودة من تونس طيب يارلا كورا النهاردة كان فيه خبر مهم متعلق بالإجراءات الإدارية الأستاذ محمد الدماطي هيكون رئيساً لبعثة الأهل في تونس والكابتن سيد عبد الحافيس هيسافر يوم الاثنين زي ما قلت لحضراتكم صفر الكابتن سيد إمتا؟ وتم تحديد خلاص الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي هيكون هو رئيس بقثة الفريق في تونس طيب يلا كورا النهاردة اهتم جداً بالدربي اللي هيتلعب يعني بعد أقل من حوالي ساعة الأوروبا ما بين الترجي والإفريقي في الدوي التونسي عاجل قبل استضافة الأهل وده كان النهاردة خبر منشور في كل المواقع التونسية وزارة الداخلية ضبطت مواد محظورة في محيط ملعب الترجي وزارة الداخلية التونسية أعلنت عبر بيار رسمي ضبط كميات هائلة من الشماريخ عفواً والمواد الصلبة والعجلات المططية في محيط ملعب رادس قبل أيام من استضافة المباراة الأهل مع الترجي كلنا عارفين النهاردة ساعة ستة أوروبا في ديربي في الدور التونسي ما بين الترجي والإفريقي والأحداث الشغب اللي تمت في الفترة السابقة في مباراة الترجي وشاركة القبائل كانت أحداث سخنة جدا والأمر يناكل بالحضور الجماهيري في مشاكل وفي اجتماعات مهمة بتحصل عشان يقللوا القدر إن كان من أعمال الشغب فالكاف خلاص خد قرار إن مباراة الأهل مع الترجي القادمة بدون جمهور لكن النهاردة قبل مباراة الترجي والإفريقي في الدوري وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان ضبط كميات كبيرة من الشماريخ والمواد الصلبة قرب ملعب رادس وأعتقد الأمور دي هتخلي يبقى فيه استنفار أمني أكتر قبل مواجهة الأهل يوم الجمعة اللي جاي عندنا ثقة كبيرة جدا إن الأمن التونسي هيعمل كل مجهوداته وإحنا كمان بتربطنا علاقات قوية جدا بالأشقاء في تونس وبنادي الترجي تحديدا على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الإدارات وأنا أتمنى بإذن الله أن ربنا يحفظ الأشقاء في تونس وأي عناصر دخيلة على الجماهير يعني أتمنى تبتعد بقى شوية عن القرى التونسية عشان نشوف القرنفلات كتن موجودة في الفترات السابقة ونشوف كمان مباراة في النية حلوة بإذن الله يقدر الأهلي يرجع من تونس بنتيجة إيجابية حساب اليوم السابع وبيقلق الدوء على منافس الأهلي الترجي لما يواجه الأهلي هل كامل الصفوف ولا يبقى فيه عناصر بيفتقدها الترجي يفتقد ست لعبين أمام الإفريقي الليلة ويستعيد بين رمضان يعني قبل ما يواجه الإفريقي النهاردة عنده غيابات صحيفة تونس الرقمية أبرزت الغيابات في عدد من اللاعبين وقالت إن معتز الزادم وكمان غيلاني الشعلاني هاني أعمامو حمد الهوني الجزائري رياض بن عياد الأردني محمد بوزريق كل دول هايكونوا غايبين لكن المباراة النهاردة هتشهد عودة محمد علي بن رمضان بعد انتهاء عقوبة الإنذار الثالث كل اللي يهمنا هي مباراتهم مع الأهلي حمد الهوني بنسبة كبيرة مش هيكون موجود في لقاء الزهاب لكن أبرز لاعب حاليا في الترجي محمد علي بن رمضان بصراحة بيقدم مستويات رائعة جدا والكابتن نبيل معلول بيستفيد بيه بشكل كويس جدا في المباراة الأخيرة لكن مع مباراة الأهلي هنشوف الغيابات لكن أبرز هيكون حمد الهوني صعب جدا يلحق مباراة الترجي والأهلي طيب حسابة في الجول ومارسل كولر طلب ضم مدافع جديد للأهلي بداية من الموسم المقبل كأولوية بجانب مهاجم صريح أو جناح يستطيع اللعب كمهاجم هنبدأ بقى إيه فترة الانتقالات الصيفية تبدأ من شهر خمسة الناس حسيت بالحر والنصف بدأ فإلحى يا جدع يبدأ بسرعة الكلام على الانتقالات الصيفية وأبرز الصفقات واللعابين اللي ممكن ينضم بصراحة يا جماعة يعني الفكرة في حد ذاتها مع كامل احترام الاجتهاد الزملاء والخبر ما فيش اجتماعات أصلا تمت ما بين كولر وقطاع الكورة أو شركة الكورة أو الكابت المحمود الخطيم بخصوص احتياجات الموسم المقبل زي ما تشايفين يعني مباريات دوري روحت على الرجاء المغربي رجعت عندك سوبر بعد كده عندك التراجي رايح جاي بعد كده هترجع عندك 3-4 مباريات في الدوري إن شاء الله بإذن ربنا يكرمنا نوصل فينال أول 10 تيام من شهر 6 مباراة نهاية دوري الأبطال 4-6-11-6 فإمتى الجهاز الفني يقعد يتكلم مع الناس المسؤولة عن احتياجات الموسم الجديد أكيد الجهاز الفني شغال وبيحضر لاحتياجاته لكن اجتماعات ومنقشات ودراسات مش هتتم إلا بعد منتصف يونيو على أقل لما يتم حسم البطولة إفريقيا وتكون قربت شوية من مشوار الدوري عموما أنا عارف الزملاء بيحاولوا يكتدوا في مسألة الصفقات ولكن الحمد للأهلي دلوقتي حازمون شايفين عنده فريق واثنين ومع نهاية الموسم أكيد هيكون فيه حسياجات الجهاز الفني هيحددها وينسق فيها مع المسؤولين عن قطاع الكورن ملعب القهيرة 24 بيتكلموا على إن بيتسو موسماني يطلب ضم بيرسيتاو لصفوف أهلي جدة ده بنان على تقارير سعودية لهقدر أكد ولهقدر أنفي لأن ما فيش موقف رسمي تم إعلانه سواء من الجانب الصعودي أو حتى من جانب النادي الأهل ولكن أهل جدة بنبرك لهم على الصعود والتأهل أو التواجد في دوري المحترفين والدوري الدرجة الأولى فكرة بقى أن أهل جدة هيستعد إزال المسلم الجديد لسه طبعا محدش عارف بيتسو موسماني هل ممكن يكمل معهم؟ برضو لسه محدش عارف للنساء في التعاقدات والمرتبات والمدربين واللاعبين في الدرجة التانية في السعودية مختلف تماما عن الدرجة الأولى الموضوع هناك مختلف شوية عن الدور المصر والنظام في مصر يا جماعة هناك فيه نظام فلما يتم الإعلان عن أن بيتسو موسماني مستمر وسقف التعاقدات بيختلف ساعتها ممكن نبدأ نفكر ونسأل هل الكلام ده أصلا ممكن يكون صحه ولا غلط لأن لسه الكلام ده سابق لأواني طيب نروح كمان لليوم السابع وتقارير اليوم السابع خد من التقارير السعودية ما هي التقارير في السعودية بتكتب وهنا المواقع المصرية بتنقل عن التقارير السعودية موسماني يطالب الأهل السعودي بضم بير ستاو وكمان محمد عبد المنع استنوا شوية بس لما يتأكد استمرار بيتسو مع أهل جد المسلم الجديد ساعتا نبدأ نتناقش ونتكلم ونفكر هل الكلام ده صح ولا غلط وكمان في نقطة مهمة جدا الأهل قبل ما بيفكر فيه الموافع على العرض بيشوف رؤية الجهاز الفني احتياجاته اللاعبة دي لازم تستمر فانت كمان عايز ممكن تعمل إضافات فهل توافق على رحيل لاعب أو اتنين حسابات دي لسه مادر عليها شوية وقدامنا حوالي شهر شهرين فيها كورة إليفن نهار ده بقى كلام عن ديانج كولر لا يمانع رحيل ديانج عن الأهل ولكن يفرط شرطه على القلع الحمراء حتى لا يضع الفريق تحت ضغط من غير ما تخش في التفاصيل أكيد يقولك إيه كولر ما عندوس مشكلة إنه يمشي ديانج ولكن هتمشي ديانج هات محمد ريدا بوبو ده اللي مكتوب من خلال كورة إليفن ولكن أنا مش هتطرك ليه هذا الكلام قال يو ديانج كان ليه تصريح مهم جدا عقب مباراة السوبر على قناة بوظابي رياضية ونفى نفي قاطع عن كل الأخبار والكلام اللي كان بينتشر عنه إنه فيه عروض وإنه ديانج عايز يمشي وإنه ديانج مش عايز يكمل والراجل ألهب نفسه قال أنا مستمر وسعيد إن أنا موجود في النادي الأهل وعايز أكمل في النادي الأهل وقال أنا نفسي مندهش من الأخبار اللي بتكتب دايما عن فكرة اللي أنا عرحل ومش هكمل في النادي الأهل أعتقد بعد تصريحاتي يعني أليو ديانج بعد اللي بتكتب كمان دلوقتي مش محتاجين نرد أكتر من تصريحات ديانج ولسه كلام كتير سابق لأوانه عن كل هذه التفاصيل نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل بقى فقرات برنامج الترند طيب نروح بقى للشأن المحلي والعالمي والجزء الأخير من برنامج الترند ونشوف إيه اللي تكتب بخصوص الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض بالترند المحلي وكلام مهم جدا متعلق بمنتخبنا الوطني اللي بيستعد لأجندة شهر ستة المقبلة ملعب القاهرة 24 بيقولوا مصدر باتحاد القرى للقاهرة 24 يكشف تطورات ودية منتخب مصري في يونيو فيتوريا رفض مواجهة البرازيل أو المغرب ودية للمنتخب في يونيو المدارب البرتغالي طلب ودية أمام منتخب من المستوى الثاني بسبب التصنيف اتحاد القرى بدأ مخطبة منتخبات إفريقية للاتفاق مع أحدهما أو أحدها خلال الفترة اللي جاية فيتوريا تركيزه الكامل على وضع المنتخب في التصنيف ده لو حقيقي الكلام ده يبقى شغل ممتاز جدا من البرتغالي روي فيتوريا لأن قبل ما تشتغل على فكرة التصفيات والمباراة الرسمية إزاي تشتغل على التصنيف أنت الفترة اللي جاية مقبل على تصفيات كأس العالم 2026 اللي هي تتلاقي في أمريكا والكندا والمكسيك والبطولة دي تحديدا تصفيات هتكون مختلفة شوية عن التصفيات الإفريقية اللي اتنظمت في البطولات السابقة بس عشان تبقى على رأس مجموعة لازم على الأقل تكون ضمن الخمس الأوائل في التصنيف الدولي والتصنيف الإفريقي طيب عشان تصنيفك يفضل دايما من الخمس الأوائل ما تلعبش مباراة دلوقتي وانت بتحاول تحصن تصنيفك مع المستوى الأول والتاني آه انت لو كسرتها هتعلى كتير جدا في النقاط لكن لو خسرتها هتنزلك للدرجة الستة أو السبعة فمهم جدا تلعب مع المستويات الثاني أو الثالث عشان تاخد درجات كويسة تقربك شوية من المستوى الثاني والثالث عشان كده لو في عرض من البرازيل أو المغرب مش وقت نلعب في شهر ستة ممكن نلعب مع المستويات الأقل مننا ولكن هتجي في مرحلة هتكون محتاج تلعب هذه المباراة الكبيرة محتاج تلعب مع الجزائر محتاج تلعب مع السنغال عشان تقرب شوية من التصنيف الأول والمفاجأ اللي عايز أقولها لكل السادة المشاهدين وده لأول مرة هتسمعوه من خلال برنامج التريندو وشاشة قناة الأهلي كأس الأمم الأفريقية عشرين خمسة وعشرين هتكون حجر زاوية مهم جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمريكا كندا المكسيك عشرين ستة وعشرين لأن الاتحاد الأفريقي مش تلاقي وقت لمناسب لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فممكن يعمل كأس أمم أفريقيا عشرين خمسة وعشرين هي المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين انت عندك كاس أمم في يناير اللي جاي في القدفور عشرين واربعة وعشرين بعد ما تخلصها هيكون عندك تصفيات لكاس الأمم عشرين وخمسة وعشرين هتلعب إمتا تصفيات كاس العالم؟ فظل إن العلد المنتخبات زاد فأفريقي على قلة هيكون فيها تسع منتخبات فالكلام الوارد يعني من المصادر في الاتحاد الأفريقي إن كاس الأمم عشرين وخمسة وعشرين هي اللي هكون مؤهلة لكاس العالم عشرين وستة وعشرين فمهم جداً تحافظ على تصنيفك حتى عام على الأقل البطولات الإفريقية المقبلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني فتخطيط مميز جداً من روي فيتوريا ودي شيء يعني أو ده شيء مهم جداً لازم نشيد به لو الجهاز الفني بقيالة روي فيتوريا شغال به هذا الشكل طيب نروح بقى للترند العالمي والبداية من كرة بلس وتصريح مهم جداً ليورجون كلوب المدير الفني ليفربول وبيكلم فيه عن محمد صلاح بيقولك يعني قد لا يقدره الناس بما فيه كفاية لكنه سيكون أحد العظماء بعد اعتزاله سينظر إلى محمد صلاح كأحد العظماء على مر العصور عقب اعتزاله هو الآن لا يزال عباً وقد لا يقدره الناس بما فيه الكفاية يعني عارف أنت إيه مش هتحس بقيمة قيمة اللاعب الكبير اللي معاك إلا لما يبطل وده حصل معنا في فترات سابقة مع نجوم وأساطير كتير جداً لكن ربنا يوفى صلاح في مشواره والاحتراف في أوروبا خلال الفترة اللي جاي المشاركات والسؤال الترح ما؟ أفضل مواجهة تمت ما بين الأهل والترجي في رادس كانت إيه؟ أستاذ رمضان حمدي بيقول الأفضل على الإطلاق مع السفاقسي هدف بوتريكا الشهير يليها الترجي 2012 والهدف الثاني العالمي للحاوة ووليد سليمان حكايتنا في رادس في السنوات السابقة أستاذ عمر خطاب بيقول ماتش النهائي بقيارة حسام البدر 2-1 جد ووليد سليمان غالباً كان عام 2012 ده مظبوط فعلاً كانت من أهم مباراة الأهل في دورة أبطال إفريقيا والمباراة دي كان نجم فيها حسام غالي بشكل كبير أسامة فاروق بيقول نهاية 2012 وده حديداً حسام غالي كان عالمي ده حقيقي فعلاً نهاية دورة أبطال إفريقيا 2012 من أحلى وأجمل مباراة الأهل في دورة أبطال إفريقيا ووقتها حقيقي الكابتن حسام البدري عام المباراة عظيمة وكان نجم المباراة الكابتن حسام غالي نجم النادي الأهل والأهل فاز على الترجي في تونس وفاز بدورة أبطال إفريقيا ووقتها كان بيدرب الترجي الكابتن نبيل معلول في الختام بنشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغداً بإذن الله حلقة جديدة من برنامج أل تريند شكراً وإلى اللقاء